السلام عليكم حياكم الله وبياكم وطبتم وطعب ممشاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم رمضان مع سافر السلام عليكم مرحبا بالمتابعين الكرام نحن في طريقنا إلى قرية الشوكة العملاقة الشهيرة في العالم أشبه بالخيال مدينة أسطورية بفنها وتاريخها المميز يغمرها الهدوء وسحر الطبيعة وصفاء المياه مدينة عاشة واستقر فيها شخصية عالمية عملك ممثل مسرحي وصانع دما وامتهن العديد من المهن الأخرى لكنه لم يأسقط ولم يتوان عن تحقيق حلمه في أن يصبح ممثلا يذكره الصغير قبل الكبير ويبقى راصخا بأعماله في الأذهان بأعماله في الأهان كان قيد حياته يتنقل في الوظائف وفي نفس الوقت يلمع حذاءه ويغسل ملابسه ويرتدي حلة نظيفة ثم يتصل من وقت لآخر بوكلات مسرحية بحثا عن عمل جديد ملابسه ويغسل ملابسه ويرتدي من التشرد واليتم والمنفى بعد عيشه لفترة طويلة في الولايات المتحدة وبدء الاضطهاد ضده تم طرده عام 1952 واختار المنزل الجديد الذي عاش فيه آخر 25 سنة من حياته وقرر بمساطة أن يطبق قاعدة الحياة هذا الوقت سيمضي هذا المنزل يتواجد في هذه المدينة نفسها التي نقصدها الآن لنغوص في معالمها وسحرها وجمالها الأخاذ معا فابقوا معنا رمضان تجلى وابتسى تابع الجزء الثاني المثير من هذه القرية التي تجنن العقول تابع الجزء الثاني المثير من العقول اشتركوا في القناة